وأنت تتجول بأكبر الشوارع مدينة القنيطرة يستفزك هجوم الحشرات التي تغرق المدينة برمتها منذر استأه سكان واصمة الغرب وباتوا يستنكرون الإهمال الذي يهدد جمالية الفضاء العام بالمدينة فعلاً كانت تحدّعون ظاهرة ناموس وهي ظاهرة لكثير انتيبة بكثرة في مدينة القنيطرة بشكل عام خاصة في الصيف كان عوامل عدة منها لزيقو اللي كيتلحن هنا في الواد نحن دباق بجانب الواد السبو كان الغابات لكيين وكان طلبهم مسؤولين أنهم يديروا بشكل دوري أن تخاتموا ديال ناموس وكما عارفين ناموس أنها بعوضة لناقلة الجراتيم السنفكتور اللي تعطينا أمراض عدة هذا إهمال من جانب المجلس البلدي أولاً يعني الوقاية المدينية يعني مقاش تقوم بالدورة كانت تقوم بي بكري في قنيطرة كانت بكري كيدروا واحد المادة وكيدروا على الشواطئ وعلى جنوب الواد يعني هذا الواد السبو اللي احنا رحنا فيه لأصل كله وهو جبنة البادية مقايمش من مسائل دياله بالعمل دياله ينطفو الشواطئ ينطفو الكورنيشات الويدان بالأخص حنا في قنيطرة انتشار عدد كبير من البعوط السرصير وغيرها من الحشرات المضرة خاصة في المناطق المجاورة للنهر والمحاذية للحضائق وسط المدينة يعظيها السكان لقلة النظافة وضعف التزام الجهات المعنية بتوفير المواد المضادة لمنع تكاثر مثل هذه الحشرات هو مشكل اللي كي وقع في الصيف خصوصا في شهر ستة وسبعة وثمانية وتسعود خصوصا في مدينة القوانية طيراء ان هاد النموس اللي كي يغزونه من دينا وهو عنده عدة اسباب اولا كين الواد ديال سبق ثانيا كين بعض الناس اللي عندهم مثلا فيلات وعندهم كده بكيدا وجدك داكو العشب ديرهم الناس خلال هذا الصيف هذا راكتشكها كتشكها من ايش يقولون كتشكها من هاد النموس وليدك انطفو الجهات المعنية بالأمر باش تشوف هاد الحلول وتعطيوه هاد المبادرات جل الأسر القنيطرية التي سائمت هذا الوضع المزري أصبحت تبحث بنفسها عن حلول بديلة كاقتناء المبيدات والمواد المضادة لهذا النوع من الحشرات في انتظار تحرك جدي ومواطن للجهات المالية والسلطات المحلية لتذبير هذه المغضلة التي بات يعيشها سكان هذه المدينة